بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الوحدة العاشرة وهي بعنوان تصفية شركة المساهمة الدرس الأول حالات انتهاء شركة المساهمة يعتبر الاستمرار هو أحد سمات شركات المساهمة لأن شخصية الشركة وذمتها المالية منفصلتان تماما عن شخصية وذمة حملت أسهمها وكما بينا أن انتقال ملكية الأسهم من شخص لآخر لا تؤثر على الشركة ولكن نجد أن نظام الشركات في المملكة حدد حالات تنتهي فيها شركة المساهمة ويتم تصفيتها وهذه الحالات هي عندما تقول أسهم الشركة المساهمة إلى شخص واحد عندما تنقضي سنة كاملة عن انخفاض عدد مساهميها إلى قل من خمسة مساهمين عندما تبلغ خسائرها ثلاثة أرباع رأس مالها وتقرر جمعيتها العمومية حلها عندما تنتهي المدة المقررة في نظامها الأساسي وتقرر جمعيتها العمومية حلها ومن الناحية المحاسبية يجب التفريق بين تصفية الشركة في ظل الحالتين الأولى والثانية وبين التصفية في الظل أو التي تفرضهما الحالتين الثالثة والرابعة ونتناول فيما يلي حالة تصفية شركة المساهمة في ظل الحالتين الأولى والثانية أي في ظل أي عندما تقول أسهم الشركة المساهمة إلى شخص واحد وعندما تمضي سنة كاملة على انخفاض عدد مساهميها إلى أقل من خمسة مساهمين وفي هاتين الحالتين لن يتأثر بالتصفية إلا دائني الشركة الذين لهم الحق في استرداد ديونهم بمجرد تغيير الوضع القانوني للشركة أي أن في الحالة الأولى والحالة الثانية يتأثر دائني الشركة الذين لهم الحق في استرداد ديونهم بمجرد تغيير الوضع القانوني للشركة وتغيير الوضع القانوني للشركة في هذه الحالة أن تأول أسهم الشركة إلى شخص واحد أو تنضي سنة كاملة على انخفاض عدد مساهميها إلى أقل من خمسة مساهمين ويقتضي الأمر في هذه الحالة انتهاء الشركة وقفل حساباتها المدينة والدائنة نفترض أن شركة مساهمة تتمثل أصولها في نقدية في البنك ومباني وعقارات وآلات ومعدات وسيارات وتتمثل مصادر أموالها في قرض من البنك ورأس مال الشركة واحتياطيات نظامية واختيارية وأرباح مبقاة وبفرض أن البنك قبل أن تنتقل مسؤولية القرض للشخص أو الأشخاص الذين آلت لهم ملكية الشركة المطلوب تسجيل قيدة اليومية لازم لقفل حسابات الشركة يكون قيد حسابات الشركة في هذه الحالة بيجعل جميع مصادر أموال أموال هذه الشركة مدينة ويجعل أصول هذه الشركة دائنة وذلك الآتي المذكورين حساب قرض البنك حساب رأس المال حساب الاحتياط النظامي حساب الاحتياط الاختياري أو ما يسمى بالاحتياط الاتفاقي حساب أرباح المبقاة حساب مجمع استهلاك المباني وحساب مجمع استهلاك الآلات والمعدات وحساب مجمع استهلاك السيارات إلى مذكورين حساب البنك وحساب المباني وحساب الآلات والمعدات وحساب السيارات في هذه الحالة إذا صر الدائنون على استرداد ديونه فإنه يتم تسديدا ولو أدى ذلك إلى بيع شيء من أصول الشركة